سيد نور الدين كنت تحدثني عن أن الخرطوم تطالب بأن يكون ذلك الاتفاق ملزما للموقعين عليه بينما إثيوبيا تقول أن هذا الاتفاق سيكون دليلا إرشاديا لما هو مقدم وحين التعثر في أي نقاط خلاف سنشكل لجان فنية لبحث نقطة الخلاف الآن كيف سيحمي السودان حقوقه المائية طبعا هذا الموقف الأثيوبي كان بمثابة تغير في موقف مسبق المباحثات أو التفاهمات التي تجري بين الأطراف المعنية بهذه القضية إلى يناير الماضي كان الجانب الأثيوبي يمضي معنا في هذا الاتجاه هذا التطور في الموقف الأثيوبي جاء لاحقا خلال هذه الفترة بالنسبة لنا ما زلنا نعلق الأمال وما زالت لدينا قدر ما من التفاؤل في أن تستطيع اللجنة المشتركة أو حتى على مستوى قيادات البلدين الوصول إلى حل هذه القضية لكن في النهاية أؤكد لك يعني ما قالت به قوى الحرية والتغيير للسيد وزير الرئيس وهو المفاوض الأول بإسم حكومة السودان أنه لا تفريط في المصطح الوطنية السودانية بالتأكيد لن نذهب نحو المجهول هذا المجهول يتمثل فيما يقول ما هي الخيارات المتحة أمام السودان يا سيد نور الدين إلى المجهول في هذه المرحلة كما قلت لك قبل قليل نحن نعول على وصول القيادات السياسية في البلدين على مستوى رؤساء الوزراء إثيوبيا رفض إبن سيد نور الدين هذا ما نراه الآن إثيوبيا رفض حتى اللحظة أنا أعتقد ربما تكون رافضة حتى هذه اللحظة لكن ليس في مصلحتها أن تصدر هذا الموقف بهذه الكيفية إذا ما استمرت عاصر التفاوض ستفتح نقطة ضعف في موقفها طيب بالتأكيد أمام كل دولة خيار آخر غير التفاوض بالتأكيد هل هناك خيارات لدى سودان سوى التفاوض بالتأكيد إذا لم نصل إلى حل سوف نذهب إلى خيارات أخرى مثل الخيارات التي تحدث عنها ضيفكم في القاهرة لكننا ما زلنا نؤكد أنه يمكن للأطراف الثلاثة الابتعاد عن التصعيد أو الذهاب إلى استصحاب وإدخال أطراف أخرى في حل هذه القضية جميع الدول يجمع بينها مصالح مشتركة الجوار المشترك يعني أن الدول الثلاثة كل منها يمثل عمقا استراتيجيا للآخر وأعتقد هذا ما تعيه قيادات البلدان الثلاثة وبالتالي نحن ننتظر ردا مختلفا وأتوقع أن يقول ردا مختلفا من الجانب الأثيوبي في مقبل الأيام على الأقل في مسألة الجلوس على مستوى رؤساء الدول ماذا ستصير عنه هذا الجلوس هذه مسألة من الصعب أن أتكهن لك بها سريعا سيد نور الدين لو أمكن سريعا سوف أكون صريحا للغاية ومختصا للغاية في سؤالي إلى أي مدى تعتقد الخرطوم أن أثيوبيا لا تريد سوى المماطلة لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال أثيوبيا طبعا تنطلق في موقفها مما ترى تغليب المصلحة الخاصة بها حتى الموقف المصري هو ينبني على تغليب المصلحة الوطنية وهذا ما ينطبق علينا أيضا طيب أشكره لكل طرف الحق أن يبحث في كيفية تحقيق مصلحته الوطنية دون ضرر للطرف الآخر طبعا دكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر